تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مكرس طيع خادم أتعلم الحب تصدور يسوع الكلمات أنمو بالحجمات والنعمات أتشبه بالمسيح الميذ لسيد المسيح الميذ للميذ وأعيش بالمسيح الميذ أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج التلميذ بعنوان مؤهلات التلميذ أو مؤهلات التلمزة الحقيقة الرب يسوع في حياته على الأرض لم يكتب إنجيلا ولم يكتب رسالة لكن كان كل تركيزه ووقته وقدمته واهتمامه هو على صناعة تلاميذ له التلمزة شيء لا يحدث بسرعة لكن يحتاج لوقت ومجهود وأمور كثيرة كان الرب يصنعها مع تلميذه عشان يصنع منهم مجموعة من التلميذ يعيشوا كما عاش المسيح عشان كده بنضع في هذا العنوان مؤهلات التلميذ حتى أشجع كل مشاهد أن يكون تلميذا حقيقيا للمسيح وأنا سعيد يكون معايا في هذا اللقاء الفاضل خادم الرب الأخ عادل إسحاء من المينيا من مصر أهلا بك أخ عادل معنا في هذا اللقاء شكرا يا جنب الشيخ سمين رب يباركك وأنا أشكرا كثير لإصدفتك ودعوتك لي أجد من دحية لأستاذ المشاهدين في بلدنا مصر طبعا وفي كل الوطن العربي وفي أوروبا كلها بالإجماع أمريكا، أستراليا، كندا وكل الحبايا في كل مكان آمين يا رب اصنع ليك تلميذ في هذا الجيل واصنع ليك تلميذ في كل كنيسة مع كل المؤمنين اللي بيشاهدونا آمين يا رب المؤهلات هل كل التلميذ المؤمنين يكونوا فعلا تلميذ للمسيح يا رأي حضرتك طبعا هو في البداية في تلميذ كانوا أيام المسيح والغريب إنهم دعوا تلميذ وانا قعدت أسأل نفسي سؤال إذا إمتى دولت تلمزوا حتى إن المسيح يدعوهم كتلميذ وهم لسه جداد في الإيمان كان كل من يؤمن بشخص الرب لكل المجد إيمان قلبي ويقبله كفادي وكمخلص يدعى تلميذ وده عشان كده سمي بالتلميذ الأولون أيام بداية المسيحية في وجود شخص ربنا يسوع المسيح على الأرض في بعض الشوهد الكتابية اللي بتأيد هذا الكلام في يحنى 15-8 الثانية تقول لنا كلمة الرب بهذا يتمجل أبي أن تاتوا بصمر كثير فتكونون تلميذي دعاهم عشان يكونوا تلميذ بس شرط شرط الصمر صمر الإيمان صمر قبولهم للرب طب يقصد إيه بالصمر إيه الصمر اللي يسوع كان بينتظره من تلميذ صمر الحياة الجديدة نعم التوبة الرجوع عن أيام الشر والخطيئة السلوك بحسب نموس الله وأنا اتعرض للقضية دي في سياق الكلام بنعمة الرب إن شاء الله آمين في آية تانية ورد في يحنة 8 عدد 31 قال يسوع لليهود الذين آمنوا أنكم إن ثبتتم في كلامي بالحقيقة تكونون تلميذي الشرط هنا ثبات في الهمان اللي بقى ممكن واحد آمن إيمان موقع إيمان عقلي إيمان سطحي إيمان تعليمي لكن سرعان ما ساب الرب فالرب قال لهم لا إن ثبتتم تبقوا تلميذي ما سابتوش إبقى أنتم كنتم بتلعبوا لعبة اسمها الإيمان نعم وفيه كمان آية حلوة في متة 28-19 يقول كده في سابه وتلميذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أعصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الضار كلمة جميع الأمم يعني هم لسه ما أخذوش الفرصة عشان يتلميذوا لكن دول يمثلوا التلميذ الأولين في أيام وجود شخص ربي يسوع اذهبوا وتلميذوا جميع الأمم يعني كل من يؤمر حتى من الأمم مش بس من اليهود من الأمم يقبل شخص المسيح هيصير تلميذ ويدعى تلميذ للروح لو عايزين حط سؤال حتى نساعد المشاهدين يتابعونا عايزين ندي تعريف في التلميذ أنا قدمت حلقات قبل كده لكن عايزة أشجع كل مشاهد بيتابعنا في هذا البرنامج أن يتحول إلى تلميذ حقيقي للمسيح إيه هو تعريف التلمزة؟ طبعا موضوع التلمزة يخص الإخوة المؤمنين نعم لازم يعني ما ينفعش واحد لسه بعيد عن الرب وهو له تعالى أعملك تلميذ للمسيح إزاي؟ ده هو أصلا تلميذ لإبليس نعم لسه عبد الخطية فنبرة واحد هي الانتماء الحقيقي للرب المعلم نعم لازم الرب اللي ذكر وقال تعلمه مني لأني وديع وديع متواضع القلب تجد راحة لنفوسكم إذن التبعية الحقيقية للرب والانتماء الحقيقي للرب كشخص المعلم ودي معناها كمال أني أكون صبيت الميذ يعني صبيت الميذ أخضع لما يقوله المعلم الصالح وأنا بكل تواضع وعدم كبرياء ولا أتجاصر ولا أستحق أن أكون صبي عن شخص ربنا يسوع المسيح أنا بتعجبني الآية على الشاشة الكلام الأول أنشأته ياسو فيلس عن ممتدى يسوع يفعله ويعلم به ويعلم به فالصبي يتعلم أفعال المسيح تعجبني أيها كمان في إنجيل مرقص بواحد خمسة تلاتين يقولك كده في الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك لما أرى الآية دي أشعر أن مرقص بيوصف حالة كان يسوع بيعيشها يوميا مش حاجة كده بيعلمها بيها فهوما كانوا بيشوفوه بيعمل كده فسجل اللي بيعيشوا يسوع عشان كده كان أكبر حاجة للتلمزة أنه هو بيخليهم يعيشوا معاه علشان يتعلموا هو نفسه صحيح كمانا زي ما بيقول مثلا في مرقص 3-14 دعاهم ليكونوا معه عشان يتعلموا حياة بعدين يرسلهم لها كريس وعلى فكرة التعليم ما يجيش بمجرد نظريات المسيح كان بيستخدم الأسلوب العملي صحيح التطبيق أنا لما أعلم واحد هينساها تعليم نظري لكن لما يأخذ التعليم ده تطبيقي تطبيقي مش هينساها صحيح يشوفني أنا بعمل إيه هينعمل زي صح تمام عشان كده التلميذ هيكون زي معلمه يبا إذن تعريف التلمزة الانتماء الحقيقي لمعلم وكمان منفتح للتعليم وكمان أنا صبي عايز أكتسب الخبرة الموجودة عند المعلم بتاعي سليم مية مية إيه كمان الأمر الثاني تخصيص الهدف نعم إيه تخصيص الهدف في يحنى 17 في صلاة المسيح له كل المجد عدد 19 في يحنى 17 المسيح قال للآب هذه الكلمات من أجلهم أقدس أنا ذاتي ليكون هم أيضا مقدسين مقدسين في الحق نعم كلمة أقدس هنا معناها تخصيص معناها كأن المسيح خصص نفسه نفسه لنا يا سلام الله الكلية القدرة يتجسد ويجي للعالم عشان يخصص نفسه لمجموعة من البشر يالهم الامتياز يبقى المؤمن اللي ما يتبعش قانون التلمزة ده بيحرم نفسه من مشاركة المسيح ليه لكن إن كنت عايز تعيش حياة توجدانية كاملة مع الرب أعرف إن المسيح خصص نفسه ليه بقى عشان إحنا كمان نعمل يقدس عشان يكونوا هم مقدسين في الحق نصلي إن الرب يقدسني ويخصصني لشخصه والتقديس هنا معناها إفراز أفرز نفسي وأتخصص لشخص ربنا يسوع المسيح كالفادي وكالمعلم من أجله نعم في أمر ثاني بنعمة الرب هنتكلم عنه في موضوع التلمازة عشان أنا أتخصص للرب الناس بتاخد وقت طويل نعم وده للأسف للأسف بنستهلك وقت من مجهودنا كمؤمنين أو بل ما تعلم يعني مفروض اللي هعمله في عشر سنين عشان التلمز تبليه أضيع الوقت ما استفيدش ليه بالوقت بدري ده مكتوب حتى لي أنا أذكر خالقك في أيام شبابك دم أنا أسرع الخطة لأنني أنا مش ضامن بكرة وبعده صحيح النهاردة أنا جاهز للتلمازة بكرة وبعده مش دائم جاهز النهاردة ما عنديش ظروف عندي ظروف حلوة بكرة وبعده أنا ما ضمنش أي ظروف المؤمنين شطار سمحوني في ضياع الوقت الوقت ضايع والكتاب يقول أنظروا كيف تسلكونا بالتطقيق لا كجهلة بل كحكمة مفتدينة الوقت الوقت لأن الأيام شريرة يعني ما ينفعشي أرجع أكون تلميذ للمسيح وأنا سني ثلاثين سنة أفضل بكتير ما استنى لما يبقى سني ستين سنة صحيح وفكر في التلمازة طيب ليه طيب ضيعت ثلاثين سنة داني ما أنا أسرع الخطة النهاردة أحسن أحسن من بكرة في أمر ثالث مش بس عن الهدف وتخصيص الوقت لكن امتلاء القلب بالحب أنا مهم أوي أنا عايد أقول حاجة على فكرة أي عمل روحي لا تسبقه مشاعر حقيقية مش مش وشاعر وهمية لكن مشاعر حقيقية ورغبة حقيقية في التلمازة مش هينفع مش بس التلمازة أي عمل روحي يعني لما الرب بيدعي مثلا للدخول للعمق أبعدوا إلى العمق ولقوا شباككم لو أنا ما عنديش رغبة وأنا ناوي أجعد على الشاطئ أجعد العمر كلهم على الشاطئ ألعب في الرملة أنا عايز أقول بقى ضياع الهدف ضياع الهدف أو عدم موجود الحب في قلبي ده بيخليني مش همش كتير في موضوع التلمازة أنا لما أحب الرب هاتبع الرب وهاتلمز للرب أذكر الرب لما تجابل مع سمعان بطرس حطه في امتحان ثلاث مرات على موضوع الحب ده نعم يا سمعان بن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء بطرس يقول له أنت تعلم يا رب أني أحبك طب مش خلصت على كده لا جاله لا ده في السؤال هيتعاد تاني طب سؤال غيره جاله لا أنا عايز السؤال ده أنا عايز أضمن مستوى حبك لي يا بطرس نعم عايز أضمن مش زي أي حب يعني مش زي أي حب صداقة أو حاجة زي كده لا مش صداقات ما الصداقات دي تبدأ النهاردة وتضيع بكرة نعم يزعني أسيبه وامش أزعله ويسيبني ويمش لكن الحب ده عبارة عن تبادل زي ما بيقول كتاب نحن نحبه نحبه لأنه هو أحبنا أولا أنا بصلي أول إخواتي أن ربنا يدوب مشاعري أمين يدوب مشاعري عشان أعرف أحب مرت كتير على فكرة أي خدمة عايز أعملها أقول يا رب سعيدني أحبك تب الخدمة سهلة أروح مشوار مع واحد أقول يا رب سعيدني عشان أحبك ولو أحب الرب أحب شغل الرب أحب عمل الله لكن لما حبتي أنا للرب دي الأساس ده الأساس ده تجوّر عشان كده الرب امتحن بطرس ثلاث مرات في نفس السؤال حتى أنه بطرس في المرة الثالثة حازن بطرس أنه سأله ثالثة أتحبني جل يا رب أنت تعلم كل شيء وأنت تعرف أني أحبك أني أحبك يقال يا أحبائي أني السؤال الثالث معناه أن الحب في حالة الهيام التوافق الانسجام الخروج من ذاتي أني بحب الرب ومعه الشحات تاني أن الرب هو محبوب الأول مليك الأول المسيطر علي الأول ساعتها على فكرة ينجح كل عمل روحي أنا عايز أقولك سبب فشل حاجات كتير في الكناس والاجتماعات ليه؟ عدم الحب عدم المحبة للرب للرب أولا أنا مش هقدر أحب أخواتي في الكنيسة والاجتماع إن ما كنتش أحب الرب مش هقدر أخدم إن ما كنتش أحب الرب مش هقدر أضحي بوقتي إن ما كنتش أحب الرب لكن حبي للرب يخلي كل الأمر تبقى سهلة الصعب يبقى سهل لأني أنا واثق أن الرب لي مكانة كبيرة عندي لأني بحب عشان كده لما مرة واحد سأله في إنجيل مرقص إيه أهم مواصية ملخص لكل الوصايا أنت عارف عندهم في اليهود 613 وصية فقال له يعني إيه ملخص لكل الوصايا دي كلها قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك كل فكرك وكل قدرتك جميل وثانية هي تحب قريبك كنفسك بالوصية دي يكتمل كل النموس وكل التعليم فالله مش عايز مني حاجة أي المسيح أحبنا وبزل نفسه لأجلنا عشان كده عايزنا نعمل إيه عايزنا نحبه مش عايز حاجة ملنة أنا يعني عايز أقولك حاجة وأخذ رأيك على الهوى كده أقول له الناس أنا ما اعتبر أن ما فيش حاجة اسمها التدين أو ما فيش حاجة اسمها يعني عبادات أنا عارف في حاجة واحدة بس اسمها العبادة هي حب لما تحبه هتصلي لما تحبه هتقرأ الإنجيل لما تحبه هتحب الناس لما تحبه هتخدم الناس لما تحبه هتكرس بإسمه فالحب هو النقطة الرئيسية المهمة لكل تلميذ للمسيح ما ينفعش يكون فيه تلميذ للمسيح إلا ما يكون بيحب المسيح طيب خلينا نجيب إلى السؤال الثاني ما هي شروط التلمزة ده سؤال مهم يعني دلوقتي عرفنا تعريف للتلمزة عايزين نشوف بعض الشروط للتلمزة نمر واحد وأول كل شرط أن التلميذ لازم يكون واخد حياة جديدة بولادة تانية لازم نعم بداية سمحوني يعني أنا مرات كتير بندهجت لما تقوم فصول التلمزة بنسمع عنها كتير وتتوزع كتب تتوزع على شباب وشبات ايه بتعملوا عندنا فصول التلمزة هنا هل سأل سؤال هل يطار النازي اللي بداخلين فصول التلمزة واخدين حياة جديدة تولدوا من فوق تولدوا ولادة تانية ولا لا الله مش ممكن أبدا أنا بحطه واحد غير في حيثه مش بتاعته لما أخد واحد خاطي وتلمزه يعني ايه يقول يعني يا التلمز يعني ايه أنا ما أريش غير ربنا هو أنا ما أريش غير أبقى تلميذ عند ربنا ما أنا أريش مصالحي وشغلي وبيتي ومذكرتي وعيالي وأهل لا التلمزة نمر واحد أن يكون الإنسان نال الولادة التانية الولادة التانية ليه بقى؟ لأنه بأخذ طبيعة بالولادة التانية زي طبيعة الله نعم أنت عارف حضرتك بالولادة التانية تنتقل إلي صفات الله؟ يعني دايماً احنا بنقول أني الولد ده شبه أبوه نعم نقول أن البنت دي شبه ما ماتها نعم طيب حلو قال ليه؟ السفات الورثية بتنتقل من الأب والأم والأولاد أنا لما تولد من الله تنتقل إلي صفات الله صحيح صفات الله أعرف إيه اللي عايزه ربنا؟ صفات الله تيجي علي التوبة المحبة الصلاح كراهية الخطيئة جبتها منين؟ لما تلاقي المؤمن كاره الخطيئة جابها منين؟ من الطبيعة الجديدة مش من عنده نعم نعم من الطبيعة الجديدة التلمازة شرطها نمر واحد الولادة من الله ايه شرطة تاني؟ الحياة الأبادية نوالي الحياة الأبادية نعم أنا بسمي الحياة الأبادية حاجة مهمة هي الوقوف في صف الله حلو لأنني بأخذ جبل ما أخذ حياة الأبادية أنا كنت إيه؟ بعيد عنه ميت بالخطيئة عكسه حياة موت وأنتم إسكنتم أمواد بالزنوب والخطايا والخطايا سألكتوا في إيه لآخر هذا في ألف ستنين تو أنا ميت بالخطايا ومشو أخذ حياة تمشييني مع رب أمشي إزاي؟ هو الميت يمشي مع الحياة؟ انفعشو يعني شفناش واحد في الشارع ميت واحد حي لاتنين أخذين بعض أنك شي كده ومشي نشو مش ممكن مش ممكن لديه ينفع لده ولا ده ينفع لده عشان أمشيهم مع بعض لازم الميت ياخد حياة ياخد حياة أول ما الميت ياخد حياة يعرف يمشي مع الحي صحيح تم إلا بسمع ناس كتير يقول لي أنا مشيت مع ربنا شهرين وارجعت أنا مشيت مع ربنا سنتين وبطلت أنت ما أخذت حياة لو أاخد حياة هتمشي مع ربنا يبقى أول حاجة الأولاد من فوق تاني شرط الحياة الجديدة الجديدة طبعا زي من المسيح علي تلاميذ وخرافي تسمع صوتي وأنا عرفها تتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يختفى أحد من يدي تليم الشرط التالت عدم الاكتفاء أنا كتلميذ بقى بوصل إلى حالة روحية أو كمؤمن بوصل إلى حالة روحية معينة طبعا وأنا جديد في الإيمان لسه بتعلم زي واحد بتعلم العوم جديد مرة يجف مرة يجع مرة يسقط مرة يجوم مرة 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 لكن لما يثبت شوية بقى تلاقين للأسف أنه اكتفى يعني اكتفى بيقول مع ملاك الكنيسة أنا غني رؤية ثلاثة سبعة عشر رؤية ثلاثة سبعة عشر أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة بيئة لا شايد زيك يا عام عال مية مية احنا بروح الكنيسة هو أخرك الكنيسة أنا بصلي لي لما يقوله فرصة الصالة أنا اللي بصلي لما يعيزين حد يرانم أنا اللي برانم ده أخرك ده أخرك ده هي التلمزة دي شروط التلمزة اوعة تكتافي أنا غني طبعا تنشوف ملاك الكنيسة اللي قال عن نفس أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة بيئة لشيء تتقريره عن نفس عن نفس شوف تقرير الرب بقى ألا ستعلم أنك أنت شق وبائس فقير فقير عريان أعمى عريان ايه ده خمسة فيها خمسة وأنا مش دنيان فيها خمسة أصل روح الاكتفاء عمت عينيه نعم حتى قال لك هيدا أشير عليك أن تشتري مني كحل عينيك بكح لكي تبصر تبصر ايه تشوف روحك هتكتشف روحك تعرف أنت فين أنت مش غني ولا تقدر تستغنى لكن للأسف صار حال جميع مش هقول جميع أغلب المؤمنين الأيام دي أنا حل وشعارهم ليس بالإمكان أن أكون أفضل مما كان أنا حل وكده وحصل من غيري والحمد لله ميا ميا ويبص لك يعمل لك ها يا مؤمن ده فيه تاني فيه عمق فيه عمق ما لك جعل عرام لا تلعب فيه عمق ليك فيه بركة ليك فيه صد جواه لما تدخل للعمق كعبين ركبتين حقوين إلى بحر السباحة لا يعمل طبعا يعني علاقة الحقيقة الحقيقة عن المسيح ليست لها نهاية على فكرة الناس اللي بيلعبوا على الشاطئ الدولة ما بعرفوش عم ومستمتعوش بالعوم لكن اللي بيدخلوا جوا دولة هم اللي بيعيشوا ويتمتعوا عشان كده المسيحيين اللي عايشين على شاطئ الحياة مش مستمتعين بالحياة ما أنا أقول لكم بيختاروا لي نعم أصلا سهلا الجوال على الشاطئ يكلفني ايه في الرملة شمسية وكورسي اه ويا دانيا ما عليك اللي نعم لكن العمق جوا بقى حاجة جميلة هيعوم معرض لسمكة ضائج ولسمكة القرش اذا ما بنسمع معرض للموج هيقوم هيقوم مقومات برضو ده كل العمق ها ليه برضو صعوبات مسهل لكن هو هو يوفر أنا اللي يوجع دماغي ايه أنا حيل وكده خلينا على الشاطئ وعلى الشاطئ بيعملوا الأطفال بيلعبوا يلعبوا الرملة يعمل بيت يكبر البيت تيجي موجة تضيع البيت نيجي بقى لسؤال لحلقة النار يعني بعد ما عرفنا تعريف التلمزة وشروط التلمزة عايزين يتكلم في صلب الموضوع النهاردة ما هي مؤهلات التلميذ مؤهلات التلميذ طبعا أعتقد أن حوالي خمسة أمور هتكلم عنها بروح يعني بصرعة يعني شوية نمرة واحد إنكر النفس نعم في إنجيل لقى تسعة تلاتة وعشرين إن أراد أحد أن يأتي ورائه يعمل ايه رب يسوع اللي بيقول لهم كده اه رب المسيح قال كده فالينكر نفسه يعني إيه ينكر نفسه زي ما قال الكتاب إخلاء ذاته ليكن فيكم هذا الفكر هذا الفكر الذي في المسيح ويكمل الذي كان في سورة لما عالفكرة الآية دي لما جعلت تعد فيها حوالي سبع تنازلات نعم الذي كان في سورة الله لم يحسب كل ستا أن يكون معدنا لله أخلى نفسه عملي أخذها سورة عبد صائرا في شبه الناس ويجد في الهياكة إنسان وضع نفسه أطاع حتى الموت موت الصليب سابع درجات نزول حلوة أوي أوي شوفوا يقول لك ليكن فيكم هذا الفكر زي ما عمل سيدك أعمل بلاش أنا أنا اللي تعباني اللي مدمران خالص سألوا مودي رجل الله عن عدوك مين يا مودي قال عدوي جوايا ندور عليه في زي قالهم الأنا الأنا اللي جوا هي دي مشكلة الأنا اللي بتخليني أنا بدور على نفسي في كل حاجة أنا الحل أنا الكبير أنا من غيري الكنيسة مش هتنفع أنا من غيري الاجتماع هيجف أنا معاي المفاتيح مفاتيح مين يا عم؟ معاك مفاتيح هي ادي ادي للرب بفرصة يكون القائد بتاعك انكر نفسك تعال وره شوية عشان كده إن أراد أحد أن يكون تلميذي يأتي ورائي في اليونكر نفسه أراد أحد أن يأتي ورائي في اليونكر نفسه نفسه إذن ليس مجرد كلام ولا ادعاء لكنه تدريب على فكرة إخلاء النفس ده أو انكر الزيت دي مش عالي سهل يعني بيوم وليلة أدوس على الضرار كده لاجيني انكرتي نفسي لا طبعا دي عايزة تدريب شق تدريب شق في معاملاتك مع ولادك في معاملاتك مع الزوجة في معاملتك مع الزوج إخلاء النفس ده مش حية سهلة كوني اني أنا يندس على كرامتي أوه روح من السكة بقى إن حد يدوس على كرامتي بكئوعة ما اقبلش ايه عملها كده ومؤمن ما اقبلش حد يقول لي كلمة ولا يعمل لي طرف مش عارف ايه يا عم واحدة واحدة شوية أدي ده شروط التلمزة إنك تكون وراء تكون وراء عشان تنفع تكون قدام صحيح إخلاء النفس إيه تاني التشبه المسيح يمكن دي اعتراضنا فيها لنفس الآية أو تكلمنا فيها في فليب 2.5 عن شخص ربنا يسوع المسيح وهو إخلاء النفس يعني يه التشبه المسيح المسيح الذي ليس له حدود في صفات ليس له مسيل ليس له مسيل نعم عيس يتعلم المحبة صالح محبة مضحية هو كده في يوحن 15 ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبه أنا أسكت في مرة أخي في إحدى الاجتماعات لجيته بيغيب كتير جابلته في الشارع بقول له أنت مش باين ليه مش بتيجي للاجتماع الفلان ليه جال لي أسكت لأخي فلان أنا كنت أحطه هنا حطه قدوة في تصرفاته وكلامه ومعاملاته طوه إلا جرى جال لي جيدا سلم عليه في مرة سلم عليه بطر في إيده وبعدين وبعدين جال لي ده طلع متكبر مرضيش يسلم عليه يا سلم بقى أنت اللي حطه قدوة عشان مرة واحدة سلم عليك بطر في صباح و تسيب الإجتماع على راجل إنت ده شغل إيه ده شغل أطفال صحيح هم مكسوتش قال لي ما عليش تندحك علي وبعد يراجع نفسه ورجع الإجتماع بعد كذا نشكر عايز أقول إيه مرات كتير لما أتشبه أحط فلان قدوة قدامي أنا مش ضامن أنه يعيش القدوة بتاعت العمر مضمنوش لكن خل الرب قدوة أكينت كما سالك أزاك أكذا ينبغي ينبغي أن نسلك نحن أيضا المسيح وحده الخالي العيوب اللي ينفع يكون قدوة لية صحيح ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكملة المسيح يسوع تبتكلم في الآية دي خطيرة طبع نعم إذن أنها سحابة من الشهود تتكلم عن سحابة الشهود وبعدين قالوا نطرع كل صغر والخطيئة المحيطة بيننا بسهول أنه حاضر في الصبر في جهاد الموضوع أمامنا طب معنا سحابة الشهود قال لهم لا لكن ناظرين إلى من هو أعظم من سحابة الشهود صحيح إلى رئيس الإيمان ومكملهي دي نقطة في غاية الأهمية ولازم يعني نشجع المشاهدين عليها لا تنظر لإنسان على الأرض مهما كان ركز عينيك على شخص المسيح إذا كنت عايز تعيش كتلميذ للمسيح ما فيش حد في البشر ينفع أن نركز عليه عينيك لكن نركز على شخص المسيح فقط وشوف حياته وأتعلم أن الهدف اللي الله عايزه ليه هو أن احنا نكون كلنا مشابهين لصورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كسيري يعني كلنا اللي بشبه المسيح والمسيح هو أخونا الكبير حاجة عظيمة جدا ده هدف سامي جدا جدا لكن ده الهدف ما تبصش على إنسان ولا خادم ولا أي ليه كلنا في الموازين إلى فوق فينا كلنا ضعفات لكن هو الوحيد لم يفعل خطية ولم يوجد فيه خطية يعني لازم نعرف نديه من نقطة أساسية هو على إبليس يتحك عليك وخليك تبص على الناس أو على القادة أو على الختام أو على الأسوس أو على الكانة كلنا في الموازين إلى فوق كمان في حياتة تانية عايزة أقولها تشبه المسيح تلزمني أن أنا أتنازل عن بعض الأمور إزاي؟ في أمور متاحة ومباحة للأشرار نعم وفي أمور تانية متاحة ومباحة لبعض المؤمنين يعني يقولك دي يعني أزاي بعض ياخد حي سهلة يا أخي ما تدقاكش كتير لا يا حبيبي تتنازل يعني إن كان أمور معينة زي ما بيقول الكتاب كل الأشياء تعمل معنا تحلي ليه لكن ليس كل الأشياء توقف توقف لا يوافقني كمؤمن إن أعمل الأمر ده لا يوافقني حتى إن كان في غيرها يعمل إذا لا يوافقني كل الأشياء تحيل من حاجة أعمل كل حاجة لكن اسمح حاسب إن كنت عايزة تشبه تشبه باللي تسأله أعمل كده ولا ما أعملش صحيح وتشوفه أعمل كده ولا لا؟ تشوف أعمل كده ولا لا أعمل يعني مثلا لما أنا أقض على جاهوة مع واحد مثلا يعني من حاجة هشرب شاي ومشي لكن لا يوافق وضعك مؤمن أشرب شي يشوف حتى لو ما شربتش الإخوة لو عدوا علي شافوني جاعد على جاهوة إيه إيه اللي جرى طب بلاش منها ده أقدر أسميه إيه أسميه الشر وشبه الشر في حاجات تجيب يعني تعثر الناس بلاش منها وإن كان أكل اللحمة يعصر أخي فلن أكل لحمة إلى الأبد التشبه بالمسيح إيه تاني مؤهلات تلميس الأمر التالت حامل الصليب غلاطية اتنين يقول كتاب مع المسيح الصليبت فأحيا لا أنا لا أنا بل المسيح يحيا فيه أنا عايز أتكلم في حتة مع المسيح الصليبت يعني هل أنا ساعة المسيح تصلب من حوالي ألفين سنة روحت معاه للصليب وصلبوني لا ما حصلش ما حصلش حرفيا نعم لكن إيه اللي حصل روحيا كأن المسيح خدني معاه كأنه خدني معاه وحطني معاه على الصليب ودق في إيدي المسامير ده اسمه إيه ده؟ الموت شرعا في المسيح صح الموت شرعا أنا أحسب كأني صليبت مع المسيح لكن هذا الموت الشرعي أو شرعا يستوجب أن أموت عمليا في فرج بن شرعا وعملا نعم آه أنا حسبت مع المسيح صليبت لكن النتيجة العملية بقى أحيا لا أنا لا أنا إذا كنت بعتبر ده حصل في حياتي إنني صليبت مع المسيح كأني موت معاه أحيا لا أنا بل المسيح يعمل يحيا فيه يحيا فيه هي قضية صعبة لكن عايزة تمرين وتدريب وإنكار ذات وصلا صلا صلا كتير عشان المؤمن يتنازل 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 والروح القدس يملاني بشخصه الكريم الغالي وأقدر أطيع صوته الربية يعني عايزة أقولي أولا أقبلها كلمة شرعا دي اللي حالك قلتها جميلة يعني أعرف الحق بتاعي كتاب أنا بيعجبني لما في رسالة العبراهيم بيشرح الموضوع ده بطريقة جميلة أوي فبيقول لك لاوي كان في إبراهيم ساعة إبراهيم قد من العشر الملك صادر يبقى كده كهنوت لاوي أصغر من كهنوت ملك صادر ليه لأن لاوي كان في صلب كان في قلب إبراهيم وأنا كمان كنت في صلب المسيح ساعة لما المسيح اتعلق على الصليل نفس الفكرة يعني أنت قلت حديثة كانت ولدت بعد ألفين سنة هل أنا كنت مع المسيح في الصليب أيوة ليه كنت في صلبه كابني ليه أنا في صلبه احنا على فكرة كلنا بنكون جسد المسيح الجسد ده هو كان في المسيح ساعة لما المسيح تعلق على الصليب بجسده احنا كنا أعضاء جسده اللي مع الزمن جينا وأمنا به بس الأول نفهمه شرعا أنا كنت في صلب المسيح ساعة لما المسيح اتصل عشان كده أقول مع بوليس مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه فما أحياه الآن أحياه في الإيمان دي مهمة أوليه ناس كتير بتبتدي بالإيمان وتكمل بالجسد عشان كده بوليس بيزعى من الناس في الغلاطية يقول لهم أيها الأخبية ما نرقاكم حتى لا تزعينوا الحق أبعد ما ابتدأتم بالروح تكملون بالجسد يعني اللي يبتدي مع الله بالإيمان يكمل أيامه كلها بالإيمان يعني كل يوم نستمر في حالة الإيمان بالمسيح ونتمتع به ونعيش معاه بالإيمان عشان كده الكتاب يقول أميتوا أعضاءكم التي على الأرض ويحكي بقى الزنة والمجاسة نحن الذين متنا مع المسيح كيف نعيش صحيح متنا مع المسيح إزاي نعيش في الخطايا وإزاي نرجع تاني مش كده برضو نعم احسبوا أنفسكم أموات بالزنة أمواتا عن الخطايا ده آيات كتيرة بالعشرات صحيح بتفكرني بتقول لي أوعى تنسى أنك صليبت مع المسيح صحيح بلوقتي إنكار النفس واحدة من المؤهلات المهمة التركيز على التشبه بالمسيح دي موحاجة تانية حمل الصليب دي حاجة تالت إيه كمان؟ نحايا الرابعة قبول الألم في متى خمسة أحداشر تبقى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين وفي قصة قبول الألم دي أنا عايز أقول حاجة فيها لأن الألم ده أنواع بس أخطر نوع الألم اللي أنا أتسبب فيه يعني كتاب لما بيوصي عن الألم بيقول لا يتألم أحدكم كقاتل كقاتل أو سارق أو متداخل في أمور غيره يعني 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 أحد قتل واحد مسكوه بيحكموه خد سجن مؤمن ومين اللي جاب له الألم ده هو سارق هو متداخل في أمور غيره ودي المنصيبة الكبيرة بقى اللي احنا عايشين فيه اللي وإحد يحشر دماغه فيما لا يخصه نعم محدش دعاه لكني عايز يثبت أنه هو أبو العريف اللي يفهم في كل حي نعم أقول لك رأيي يا عم أنت حد جالك حد سألك حد يبسيرتك متداخل في أمور غيره وبتعمل مشاكل لا يتألم أحدكم يعني تداخل في أمور غيره بدون رغبة صاحب الشأن أو بدون دعوة مني أنا مرات كتير تيجي واحد يقول لي طب مش تشوف فلان اللي زعلان قلت قلوا استنى شوي لما واحد منهم يطلبني واحد يقول لي أنت شايفه شايف السبب والعلا يمكن أنا أشوف لي رؤية تاني لازم أولا تتدخل في أمور غيرك اللي ما تخصكش نعم وكفايا الواحد عنده أموره الزاتية يعني أموري أنا قلصتها عشان روح أتدخل في أمور غيري مش كده برضه يعني ناس بيسموهم الحشريين نعم باللغة الدرجة بتاعتنا يعني إيه كمان بعد الألم في التبعية الحقيقية للرب طب بس قبول الألم هنا يكون ألم لسه بخلصتوش يكون ألم جاي لبنبارة أنا ملياش دخل فيه زي الاضطهاد يعني اضطهاد مشكلة في العمل أنا ملياش دخل فيها واحد أي مشكلة سبدي ظلمك ظلمي أو ظلمني أي حاجة من خارج ملياش فيها دخل ده بقيت طوبة لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شديدة من أجلي كاذبين يعني بس يكونوا هم كاذبين مش يكونوا بيفتروا عليكم وانت عمل فيها عملوا حاجة وحشة لا عملوا حاجة وحشة مش هينفع تبعية الحقيقية التبعية الحقيقية للرب تشمل ثلاث حاجات بقى هي كبيرة تشمل حفظ الوصاية وتشمل قطع ربط الماضي وتشمل أن يكون المسيح له المكانة الأولى هنا قدم واحدة واحدة حفظ الوصاية أنا عايز أسأل سؤال وبعت فيه إخوات كثير وبعت بنفسي على كل مرة أهملت فيها قراءة الكتاب المقدس النفسي تقرأنا مزمور واحد ده متمتعنا بيه بكم آية الحلوين اللي موجودين في المزمور بقولك طوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاء لم يقف وفي مجلس المسازئين لكن في نموس الرب وفيه يعني يشبع بكلمة ربنا وفي نموسه يلهج نهارا وليه فيكون كشجرة مغروسة عند مجار المياه التي تعطي سمرها في أواني وورقها كل ما يصنعه ينجح صد أمر مهم جدا كلمة الله ملاحظ حاجة لما الكتاب يكون كشجرة مغروسة عند مجار المياه تعطي سمرها في أوانه أنا مش بشاهل عشان الشجرة تطلع سمر واخد بالحضرتك يا جنبي الشيخ أيها يعني أنا مش بقعد جنب شجرة شجرة منجة مثلا تفاح مش بقعد جنب شجرة التفاح بقعد أقول لها شد حيلك يا شجرة عشان تطلعيلي سمر أنا بعمل كده لا طبعا ده هي من تلقاء نفسها ليه هتطلع سمر لأنها مغروسة عند مجاري المياه المياه صح الزنب والعتاب الكتير على ناس مش جايبين سمر يخصار وهو فيه فيه سوابت لازم أعيشها لكن في نموس الرب مصرته نموسي يلهج نهارا وليلا أسأل علي أدي لشهرين ما فتحت شيء كتير يخصار أسأل على المؤمنين أدي لهم ثلاثة شهر ما بيقروش الكتاب يا عم احنا بنروح الكنيسة بنسمع الوعظ هو ده يكفي أنا باقول قدام التليفزيون وبشوف الوعظ ما ينفعش أنت لازم يكون لك علاقة شاصية إلى الشريعة وإلى الشهادة وإلى الشهادة إلا بيقولوا مثل هذا القول ليس لهم فاجر نعم مش هيطلع لك نهار يتارك كلمة الله مش هينفع احنا عايشين في ظلمة احنا عايزين سراج نور النجلية سراج لرجلي كلامك لرجلي كلامك ونور لسبيلي ونور لسبيلي يا رب افتح الشهيط النهاردة وشهيط إخواتي معي أمين على كلمتك عشان نرجع إلى الشريعة وعندنا الكلمة النبوية زي ما قال بطرس الرسول وهي أثبت وهي أثبت مش كده برضو طبعا وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت تفعلونا حسنا حسنا إنا انتبهتم إليها كما إلى سراج المنير سراج المنير في موض أنا مرة قلت في الآية دي كلمة شلت كلمة وحطت كلمة قلت تفعلونا سيئا يعني تفعلونا حسنا إن انتبهتم إليها تفعلونا سيئا إن لم تلتفدوا إليها يعني في خطايا سلبي وفي خطايا إيجابية يقولك أنا مش أبقر الكتاب أنا مش ضرر حد لا إن أهملت الكتاب أنت تفعل سيئا عكسة صحيح وأنت في خطر تفعلونا حسنا إن انتبهت لو إن ما انتبهتش بتفعل سيئا بتضر روحة مش وغط بالك ومش شايف نفسك مش عارف الكتاب يخليك تعرف نفسك وتعرف اللي أنت بتعمله زي المراية ما هو كده قالك الكتاب كمرقاه أنا بشوف نفسي في المرقاه وأقدر أصلح نفسي ما فيش مرقاه أنا مش داريان باللي بعمل صحيح وحتى هي الكتاب اللي بيكملها كما إلى سراج منير في موضوع مظلم طب طف النور لو أنا من مدينة عارف شوارح وماش في الشارع وعارف الشارع وطف النور علي مش هتعرف في مينك الشنكل في ستين مرة في طوبة في ظلطة في الرصيف في عربية وكفة في واحد ماشى علي نخبط طبعا شيء طبيعي المؤمن اللي تارك الشريعة وتارك كلمة الله بيخبط يلطش صحيح ويلوم ربنا بعد كده يقول لك فين فين ليه ربنا سمح سمح ده أنت يا عامل اللي عمله صح الله ملوش زم ربنا ملوش زم توصد إيه بقطع ربط الماضي دي مهمة جدا بقى قطع ربط الماضي دي مهمة جدا الشعياء 43 الشعياء 43 بيقول الكتاب لا تذكر الأوليات القديمات لا تتأملوا بها هأنزة على 18 صانعا أمرا جديدا جديدا الآن يزور أقول يعني أنا ليه تعليق عليها في بعض الوعود على فكرة في كلمة الله مشروطة مش هقول بعض الوعود أنا بقول كده كل الوعود مشروطة نعم يعني الله بيجدم وعد بس حاطط شرط نعم إذا أنا نفست الشرط هي حق الوعد هو حق تقول ما نفستش رأي عليك الوعد يعني أنا مثلا خد آية غير دي وارجع لي دي بعد كده توبوا ارجعوا تمحى خطياكم ده شرط صحيح النتيجة تعيشوا أوقات الفرج تمحى تأتي أوقات الفرج من عند الرب الناس قالت لا عايزين أوقات الفرج في الأول نفاش لوعد النتيجة بس أنت في شرط في شرط اسمه توبوا ارجعوا تمحى خطياكم تأتي أوقات الفرج من عند الله كنت ستين آية أنا كل آيات بقول كده فيها وعد فيها شرط وعد إذا طواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم صلوا طلبوا واجهي رجعوا عن طرق كم شرط دول خمسة خمسة أسمع من السماء أغفر خطياتهم أبر أرضهم إحنا عايزين دول بس منافسة دول منفاش منفاش على الرأي كل الوعود هي وعود مشروطة مشروطة في شروط تعملها تحصل على الوعد وتتمتع بي طب عارف حتى في حضور ربنا في الاجتماع حيث ومجتمع اثنين أو ثلاثة هناك أكون في الوزن بإسم بإسمي صح بإسم أهم شيء هناك أكون في الوزن هو ليه ربنا حيننا كثير في اجتماعاتنا ما بيحضرش في المكان عشان إحنا مش منافسين إحنا مشكلة صعبة إحنا الأسياد وإحنا الحلوين وإحنا الكويسين وهو يحضر يحضر خير وبركة ما ننجاش ربنا إحنا نجاعدين إحنا هنا إحنا هنا طب عجتمع في اجتماع عشان كده تعمل نهارات والمحصلة نعيفة جدا تعليم ليه لا أنا ليس بإسم ما دعيتش الرب أن يكون في المكان لا بالقوة مجتمعت ما بالقدرة أي مال بروحي قال رب الجنود عشان كده بتقطع ربط الماضي تعني الشرط بقى لا تذكروا الأولاد يا ما ناس مرتبطة بالماضي يا ما ناس مربوطة بعلاقات في الماضي مؤمن كان عنده علاقات زمان وبعد الإيمان بيحن يحن يحن الجاعدة يحن النكتة يحن يخذ له مش عارفين نفسين يحل الكاسين عايز يا عم خلاص يا عم خلاص لا تذكروا الأوليات القادمات لا تتأملوا بها النتيجة أنا زي صانع أمر جديد لكن هتعيش في الماضي ما في الجديد يا رب في اسم المسيح النهاردة كل واحد وسمعنا الرب يعين عشان نقطع علاقاتنا بالماضي ربط الماضي الماضي اللي شدك لورا يا حبيبي الماضي دائما بقول لو مركب عايزة تخشه في العمق لكن مربوطة في الشاطب بحبال وسلاسل وأوتاد استحالها تدخل للعمق عشان تدخل المركب دي جوة نعمل فيها نحن تفك الربط قطع الربط إيه تاني تجاوب بس دي عايزة تضحية لحظ صحيح عايزة تضحية صحيح نفسي في حاجات تانية حلوة عندك النهاردة عن مؤهلات تلميذ إيه تاني بعد قطع الربط الماضي لا يكون للمسيح إلا المكانة الأولى أن يكون المسيح له المكانة الأولى ينبغي يحن 33 ينبغي أنا زكاة يزيد يزيد وإيه أنا أنقص أنقص دي عايزة تدريب كثير أنا بقول دائما هي كفتين ميزان حطيت حاجة على الكفة الأولى الكفة التانية تعمله تطلع صح مينفعوش الاتنين ينزلوا مع بعض صحيح ولا الاتنين يطلعوا مع بعض يطلعوا مع بعض إذا وافقت أو عايز الرب يزيد لازم أنت تتنازل عايزة تشعر الناس إيه حال الشيخ نعم ينبغي أن زكاة يزيد بس بشارط أنا أزيد أنا أزيد آه هو ربنا يأخذ كل حيا هو ربنا يعني يلازم يزيد لما هو ما يكرهش أحلي قولك يا أخي هو ربنا هو ربنا يكره الخير لينا لا طبعا بس هو اللي بيرفع الناس اللي بيقولك يعني يرفع المتدعين لما أنا أنزل وطوضع وأعرف إيمة نفسي وانزل للأرض هو بيرفعني يرفع المتدعين آه أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتدعين بالظلط هو خيادة هو خيادة نعم يكون عندي قابلية أن أنا أتنازل أتنازل مرة تانية أقول يا مقل أنا تعباني ناس كثيرة عندها استعداد ربنا يباركها بس هي عايزها عافيا أنا أزيد أنا الأول أنا القائد أنا الرئيس إزاي الجسيس يعمل هو مش عارفني أنا مين يا عم تنازل شوية يا عم انزل شوية وربها يرفعك وربها يعولك امين ايه كمان من مؤهلات التلميذ الالتزام بالتعليم المقرر للتلمزة في تعليم ولا فيش تعليم نعم تعليم مقرر مقررات طبعا ليه مقررات يعني أنا دخلت مدرسة سنوية في مقررات للسنوي تختلف عن مقررات التعليم التجاري تختلف عن مقررات التعليم الزراعي كل مدرسة ليها تعليم طبعا التلمزة للرب لها تعليم كلها واردة في الكتاب في الكتاب المقادر ده نعم كل التعليم أكتب فيه كل صالح التعليم كل المقرر جاي هنا نعم 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 عشان كده اجتهد يا مؤمن انك تفهم مقررات التلميذ انسبتتم فيه هرجع تاني ويقولك بأمانة وبالصدق فتحت الكتاب آخر مرة امت وبلاش العشوائية نعمل كده انفاش انطلحت حتة مش عشباني نشي بغيرها حتة تريحني فيها وعدة كده جميل فيها كلام مشجع كلمونا بالناعمات يجلبون لهم معلمين مستحكة ما سمعهم ما سمعهم عايزين كلام نائع نعم عايزين كلام لين يا عم انت موراكشة غير الاعقاب التوبيخ ما عالندقشة فيش كلمة حلوة هي تاني لا في الحتة دي عايز اقول تاني حاجة في المقررات ما تخترعش مقررات لروح في مقررات موجودة آه مقرراتها هي ما تخترعش حية ثاني كمان ما تاخدش مقررات ناس دانية والحتة دي مغلوب منها ناس كتير تنقش في كلمة الله واحد فمرة بنقش في الكتاب رد علي رد غريل عارف قال لي ايه قال لي هو انت احسن من فلان طبعا ذكر اسم حاجة كبيرة قلت وانا مش احسن ولا هو احسن الكتابي الاحسن مني ومنك مهمت كلمة الله بتقول ايه كلمة الله بتقول ايه هي الفاصل بينه وبينك احنا مش مش فحرب مع بعض ما تجيبش مقررات ناس نعم يعلمون تعليم هي وصايا الناس بسيسبان عندنا الوصية هنا الوصية والشريعة هنا كلام الله بيقول ايه انا اقول لك شرك كلمة الله بتقول اغرب سيسمع كلمة الله نعم أنا بقول لك حلقا للكتاب بيقول لك حرام اسمع كلمة الله هو كده ما تاخدش تعليم من بشر ولا مقاررات من ناس لأن مقاررات الناس تخضع ليه بقى سامحني يعني فكر العقيدة فكر الرأي الشخصي فكر بيستحلوا لي واحد يكلمني يقول لي مثلا يعني أجزاء الكتاب المقدس الأولى دي وهمية مقاررات بشرية دي وهمية كل الكتاب موحبه من الله تقول لي وهمي لمقاررات بشرية دي بقى دخلت على كلمة الله يوعى تلجأ لمقاررات غريبة إيه كان من مؤهلات التلميس تجاوب المؤمن مع الحس الروحي وصوت الروح القدس يمهم أمر الروح القدس بيقود التلميس يقود حلوة مصمور 139 على الشاشة ربك هد اقتبرتني وعرفتني وأنت عرفت جلوسي وقيامي فهمت فكري من بعيد مسلكي ومربدي ذريت وكل طرقي عرفت لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها صدر إزاي نتعلم المبدأ الحلو ده الله يعرف كل شيء عني ده هنا عدد عدد جلوسي قيامي فكري مسكاني مربضي كل كلمة في لساني كم دول ستة وفي الآخر خالص ترجم كل ده أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب ست سبع أمور الرب عرفها في إيه عندي الرب ما يعرفه يا ولا حاج ولا حاج كل اللي أعرفه ده اللي خلقني وجبلني وعرفني وفهمني بيقول لك كل سوب اللي زريت وطرق اختبرتني وعرفتني عرفت جلوسي وقيامي فهمت فكري من بعيد إيه ده من بعيد يعني وإحنا جاعدين في الاجتماع عند الوقت في الجاعدة دي قرار ما شايفنا طبعا عارف أنا بفكر فيه طبعا عارف حارفتك بفكر فيه فهمت فكري من بعيد الرصد من بعيد مشكلة برضه فيه أجهزة للرصد من بعيد ها لكن فيه الرب عنده وما هو أعظم من أجهزة العالم ها النت وكل أجهزة الاستعلام اللي في العالم دي كلها اللي بيجيب لنا أفكار للناس الرب أعظم من ده كله عشان كده لازم نتجاوب مع الحس الروحي يعني لما المؤمن ينحارف شوية والرب يقول له عيب عليك والبؤمن لا يسمع لصوت الروح القدس ده التلميذ لازم يعمل كده التلميذ لازم يسمع صوت المعلم صوت الروح القدس اللي يقول لي صلح نفسك اتغير توب ارجع بلاج دي نعم فيه كمان آخر حاجة قبل ما الوقت يختم قبول التعليم الإلهي من المعلم ونشره في كل العالم في متى 11-29 احملوا نيري عليكم تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب تجدوا راحة لنفسكم دي جزء الأول تعليم لكن الجزء الثاني اذهبوا إلى العالم عالم أجمع يكرزوا بالإنجيل لخليقا ماينفعشي أتعلم من غير مذهب نعم وماينفعشي أذهب إلا إذا كنت تعلمت يعني من ناس كتيرة رايح فين يا عم راح يخدم سمحني يعني أنا مش ضد حد لكن يمكن مش عارف مكان الأي اللي هيخدم فيها مش عارف إيه الفكر الإلهي فيها ماينفعش أقول قدام من رب أقول لها رب أعلمني قبل ما أعلم ماينفعش أعلم وأنا ما تعلمتش صح زي النقديموس صحيح آه كان بيعلم وهو ما تعلمش لسه يعينا الرب ويساعدنا عمين عشان نكون آآ متعلمين ثم نعلم معلم أخي عادل أنا من كل قلبي بشكرك نعارف أن في حاجات لسه تاني في مؤهلات تلمزة بس الوقت جري بشكرك وبصلي أن كل المشاهدين يكونوا استمتعوا بالحديث مع هذه الأمور الرائعة عن مؤهلات التلميذ وبصلي في قلبي أن كل مشاهد يتحول إلى تلميذ حقيقي للمسيح ويعيش حياة تلمزة ربنا بارككم وساعدكم وكل الكنيس تمتلئ بتلميذ حقيقي للمسيح يعيشوا ويتشبهوا بالمسيح ويخرجوا عشان يكرزوا باسم المسيح رب معكم تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مكرس مطير خادم أتعلم الحب تصدوري يسوع الكلمات أنمو بالحكمات والنعمات أتشبه بالمسيح لسيدي المسيح ويعيشوا بالمسيح الوديع